دائما الأخ فارس فيما يتعلق بالمصارف لماذا لم يكن مصارف هكذا في الجزائر هذو كليل بيروتشونج آه تقصد مكاتب الصرف بيروتشونج طيب لو كان نقول لك باللي المكاتب غير رسمية معمرة في الجزائر المكاتب حانو تدخل لي تكلم على سكوار و تكلم على ليغوكات لا شيء سكوار أنا أتحدث عن سكوارات الجزائر أنا أتحدث عن سكوارات الجزائر بعدد بلدياتها وعدد شوارعها في العاصمة قولوا السكوار لكن هو راح موجود في كل ولايات في كل ولايات الناس عندهم بيروتشونج في الديارتوهم شوف مقبل كانوا يتكلمون عن 14 مليار دولار يتم متداولها في هذا السوق